المترجم للقناة يعني ايه اصلا كلمة نتو حطي قوليها كده ايه خلفين يعني ايه اصلا يعني ايه المجال ده عماتنا اصلا انها تدرسه لي او يعني ايه كلمة دي حطي عنده ايه تعريفة او ايه خلفين دي عام شبكة عام كابوتية الشبكة العام كابوتية ايه مش نتبط بس الانترنت تمام فنتورك بس بقى عندي ايه شبكة 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 عميزة ومين السربات ومين والكامل تمام هي هي فعلا بس يعني عشان ما حطها في تعريفة احنا هنقدر نقول ان هم ايه يعني انا عندي جهازين كمبيوتر لازم على الاقلق وجهازين كمبيوتر تمام؟ الجهازين دول اترابطوا باي طريقة سواء كانت كيبوت او واي فاي اي طريقة ربط يبقى اي جهازين او باكتر حصل منهم اي طريقة ربط باي نوع من انواع الميديا والميديا على فكرة يعني الميديا في مجال ما احنا اللي هي الكابلات وممكن تبقى كابلات وممكن تبقى اي فاي اللي هي اشارات الراديو تمام؟ طبعا اتوفر عندي الشرطين دول ان انا اصبح عندي جهازين والجهازين دول اترابطوا باي طريق ميديا يعني الى اللي حصل بين الجهازين دول اترابطوا Ultima انا اطريت استخدم جهاز علشان الروطون، صحت؟ اطريت استخدم كابل علشان الروطون فده هردوئر فلو استخدمت جهاز زي السويتش او جهاز زي الروتر او اي جهاز مجهفة او استخدمت كابل اي بقى انا دلوقتي باتكلم في جزئ النتورت ان هو جهاز الهاردوئر تمام؟ والديبايس بتاعة الهاردوئر بيها واسمو انترنتورك وده اللي خاص بسيسكو. ده الـ Operating System الأشهر الخاص بسيسكو. يبقى إزا زي الكمبيوتر والزبط وزي الكمبيوتر لي ويندوز ويندوز 7 إلى آخره. برضو أيضا الهاردوير اللي بتتكلف مجال الشبكات سواء كان راوتر أو سويتش. وإحنا علشان بنتكلم على سيسكو برضو حتى في الكورس ده. بيسمى IOS. Inter-Network Operating System. تمام؟ طيب الجزء الثاني من الشبكات أو من الـ Network هو الـ SoftWare يا جماعة. الـ SoftWare اللي هو هي نظام التشغيل اللي احنا عم حطه جوا الجهاز ده. نظام التشغيل على فكرة مش لازم يكون ويندوز. مش لازم يكون ويندوز هو إس. أي نظام تشغيل ممكن يبقى Linux مثلا ممكن يبقى Mac. ممكن يبقى Android بتاعه موبايل. لو أنا لو جبتهم ويندوزتهم ببعض. حتى على فكرة لو ببعتلهم حاجة بالـ Bluetooth. ايضا اتطبق عليهم الـ Condition إنه ما جالي بالجهازين أو أكتر اتربطوا ببعض بأي وسيلة أو أي ميديا. فأصبحوا برضو معنا في الشبك. وعلى فكرة ده مجال دراستمع يعني إحنا. بس الـ SoftWare هنا بس قبل ما أخش في الموضوع ده. اللي احنا بنقصد ده مش بس كمان الـ OS مش الـ Operating System العالي بتاعنا. اللي هو السيرفر جمعني. بيبقى أي شبكة هتلاقي فيها شوية devices. تمام؟ وكابلات أو واي فاي. ودي هتبقى تحت الـ Hardware. وايضا مش هينفع تلاقي شبكة ما فيهاش Operating System حتى لو كان Operating System عادي. ولكن في الشبكات الكبيرة بيكون Operating System اللي هو الـ Windows Server مثلا. تمام؟ الـ Internet بقى جماعة هو بيعتبر. نتورك ولكن خليط من الـ Network. بين الـ Hardware والـ Software والـ Telecommunication خلوة. يعني ممكن حتى الدباسة. احنا نفس الكلام يا جماعة مش بس التليفونات الموبايل. التليفونات الـ ARD دلوقتي. يعني زي مسلا الـ IP Telephone. في تليفونات دلوقتي بتاخد كب. وبتفهم حاجة اسمها IP Address. وبتقدر تخش على الـ Internet. وبنقدر نربطها بفرع بعيدة. تمام؟ فأيضا حتى الـ Telecommunication بقى داخل على الـ Internet. فالـ Internet يعتبر مجموعة من الشبكات الآن. مرتبطة بالبعضين. هو فكرة الـ Internet اصلا عاملة ازاي؟ انا عندي هنا في مصر شوية سربرات. تمام؟ وعند الدولة تانية مثلا زي الـ US شوية سربرات. السربر ده ممكن يكون بيشتغل ويب سايل مثلا. ممكن يكون فايل شيرين. يعني ممكن يكون سربر يقدر تحمل من عليه. ممكن يكون مثلا ايميل. بحاجات كتيرة جدا بقى. تمام؟ فلما هبتدي انا كده جوا مصر. هبتدي اخد وصلة جماعة من المصر. وديكم رايحة الافريقيا. تمام؟ وافريقيا جواها شوية سربرات ايضا. كل سربر بيخدم على ايضا. ومثلا من افريقيا هنروح لكامرة. ومن كندا هنروح للـ US هتلاقي ايه دي الشبكة الانتبوتارة. مدموعا من الشبكات مرتبطة بالبعض. ايه دي الشبكات مرتبطة بالبعض. ايه دي الشبكات مرتبطة بالبعض. هاردوير وصفتوير. ويكون ليه شروط ان يكون فيك هزيل على الاقل. مربوطين ببعض بكبل او اي وصيلة التصوير ممكن. تمام؟ فطبع ما حققنا الشروط ديت. احنا كده اتكلمنا في نتورك. يبقى جزئين يا هاردوير يا صفتوير. احنا الكورس بتاعنا معظمه بيتكمن في الهاردوير. تمام؟ بس هندخل حتة ان شاء الله في الصفتوير في الجزء العملي بيزنين. تمام؟ لحد كده في ايه مشكلة؟ طيب. مان علشان اكون شبكة بقى. محتاج ايه؟ يعني احنا عرفنا دلوقتي تعريف الشبكة. والشبكة ممكن يبقى جواها ايه؟ والشبكة اللي هي بتشتغل فيها. علشان انا اعمل شبكة عندي في البيت او في اي شركة او في اي مكان في العالم. محتاج بالعربي كده اعرف شكل الشبكة. ونوع الشبكة. الاجهزة اللي لها استخدمها. والكابلات اللي انا هكون نكت بها الشبكة. صح كده؟ مهو؟ يعني ده اللي احنا محتاجينه عاملتا. في حاجة تانية ممكن يبقى محتاجينها؟ علشان نعمل شبكة؟ انا عايز اكون شبكة عادية ساقوى في البيت او في اي شركة على بيت. فايزا انا عندي اشكال للشبكات اختار منهم واحدة. وعندي انواع للشبكات لازم اختار منهم واحدة. وعندي اجهزة كتيرة جدا لازم اختار منها على حسب اللي ينسبني في الشركة. وعندي انواع كتيرة بالكابلات ايضا هنختار منهم. تمام؟ فانقسم الجزئة ده ده مع اشكال الشبكات انا عندي باختصار كده البص. والمش. اه والستار. واللم. والمش. تمام. والمش. دول اشهر اربعة على فترة. فيها نوع تانية على فترة يعني. هتلاقي مثلا المش ده في حاجة اسمها فول مش وبرشة المش. هتلاقي نوع تاني اسمه التري بس هم دول اشهر اربعة. ودول اشهر اربعة يهمون. تمام؟ طيب لو قلنا الانواع يا جماعة بتاعت الشبكات. حد يقولي بقى. فدول اشكال الشبكات هنتكلم عنهم دلوقتي. يبقى انا لازم عشان اكون شبكة اختار واحدة من دول. تمام؟ طيب انواع الشبكات عندي اللان الوان وفي انواع تانية المان وفي البان وفي الكان وفي السان في انواع كتيرة بس دول يعطبوا يعني اهمهم واهم اتنين فيهم جدا همما الاتنين الأول هدين دول بس. ما في الشبكة هتفرض منهم تمام؟ طيب الاجهزة اللي عندي كتيرة جدا خلدي انا البتدي مثلا يعني زي ما شرحنا البيبيتر وعندي الهب السويتش اللوطة تمام؟ حد تفكر حاجة تانية؟ اكسس بوين لا احنا خدنا جمعة اجهزة تاني بعنوان الفاير ووين صح كلا؟ حاجة احنا خدنا تانية الهب ده مجمع واللوطة والسويتش تمام وفي الاكسس بوين خدنا التطور او اكسس بوين انتجر من الهب واي فاي اكسس بوين هو يعني الاكسس بوين موجود من زمان بس يعني احنا هنا بس في موصف انما هو كدفائز يتدرس من زمان جدا او موجود من بدل او موجود من بدل طيب الكابلات ده نوع من انواع الكابلات يعني انا عندي الكابلات تلات انواع رأسيينة جمعا عندي الكو اكسل وعندي التويستد بير وعندي الفاير دول اهم تلات انواع الكابلات تمام خلونا بقى مفصل الكلام اللي احنا قلنا بقى احنا كل ده عايزين لكلام شبكة يعني ايه انا عندي في جمعية رسالة هنا مثلا او زي زي ما احنا هنا موجودين انا بالوقت عشان عمل شبكة اكيد طبعا انا محتاج اجهزة صح كده طيب عشان اربط الاجهزة دول ببعض محتاج جهاز من اللي اتنين دول يا اما هب يا اما سويتش تمام? الهب ده تلات انا معنا ما اقولك هين الوقت يبقى انا عشان اربط الاجهزة ببعض في شبكة محلية او شبكة داخلية بلاش محلية هي داخلية محتاج هنا مبينهم سويتش وكل جهاز هيبتدي اخد كابل من السويتش طب نوع الكابل ده ممكن يبقى ايه؟ تويست تويست ديان ايه؟ طيب لوانا عايز اخرج الشبكة دي على الانترنت احتاج روتر لا احنا اسا منتكلمش في نوع الشبكة دي عاملتي علشان اخرج الشبكة دي على الانترنت هكو ديفايز تانية اسمه روتر طبق انا طالما هخرج من الشبكة بتاعتي اللي هي عندي في المكان سواء في الشركة او في البيت عايز اطلع على الانترنت احتاج جهاز تالي اسمه راوتر تمام؟ او نقدر نقول عايز اكلم اي شبكة مختلفة عني او شبكة انا معرفهاش احتاج جهاز اسمه راوتر والجهاز دول هبتل يطلعني للانترنت اكلم اي شبكة انا معرفهاش تمام؟ طيب لو انا عايز احمي الشبكة عندي احتاج جهاز ما بين الراوتر والسويتش تحت ودي مجموعة اجهزة وربودة جماعة في الكتاب ان شاء الله يعني معلش انا للتوجيه يا جماعة احنا اصلا بدأ من الكورس واشنان بس الراوتر ايسا جايز منك احنا بدأ انا بقلبها سكت اصدقى اصدقى انا برجع من اول بس اشتراح ماشي؟ لحد كده في اي مشكلة؟ طيب شكل الشبكة ده كده هيبقى عامل ازاي؟ لا لا شكلها هيبقى اصدقى تمام؟ طيب ونوعها؟ بقى لسه احنا عماش راح دلوقتي الستار والرينج انا بس انا بس بوضع احنا اخدنا ايه من المكونات اللي احنا بصناها نوعها هيبقى لاني لحد فين؟ لحد الراوتر لحد هنا يا اعتبر مصر روتر نبقى اول ما الجهاز يخرج من روتر هتبقى لاني هتبقى لاني هتبقى لاني هتبقى لاني هتبقى لاني هتبقى لاني المكونات ا Gandhi اول ما اخرجت من الراوتر رح تكلم عليكم الفيس بوك اهل اتحول الشبكة من لان لانان هتبقى لانى هتبقى来ومنا هي الشبكة اللي احنا عاملين. كل جهاز واخد كابل رايح للسويتش ده. تمام? طيب. لو احنا افتح الانترنت في راوتر او مش محطوط في الراكة هنا. ولكن موجود في جامعية رسالة. مجرد مخرج من الشبكة اللان دي. اعد الروتر اروح لأي سايت انترنت. هتبقى الشبكة دي واي. تمام? لحد كده في اي مشكلة? اكيد. طيب. خلونا بقى مشرحش. اشكر الشبكات من شكل سريع لها. شبكة الباص كان بتستخدم كابل الكو اكسل جميعا. اغار عن خط مستقيم كده يعنينا الاجهزة اللي عند ان يواصل على خط مستقيم وطالع منها نوت. تمام? نوع الكابل الى كان كو اكسل. اقصى سرعة بالنسباته كانت عشرة. ميجا بنترسة كان. فكان بطيء جدا الكابل ده. وكان في اخر الشبكة في حاجة هنا اسمها ترمنالكلت. الشبكة دي كان فيها عيد رهيبة جمعا. للراجل ده. لو هنقول لنهاب C ايه? وC. لو الراجل ده عايز يبعد بيانات للراجل ده. كانت الداتا هتروح للسلك. وكل اللي معدية على الداتا هتروح له. حتى لو في جهاز بعد الراجل ده هتروح له لحد ما توصل للترمنالكلت. ويهنتين في الشبكة. يبقى ايزا لو ضبعت ملف للراجل ده. كل الناس اللي معاه في الشبكة. وخطيئة ده بتشوفها. فطبعا هي كانت شبكة فشلة. ده مختصار يعني. وتلاقيت تماما. هي كانت بيبقى لها هنا حاجة اسمها تيكو نيكتور. الكابل يخرج من الطرف دوت ويروح لتيكو نيكتور تاني ويطلع طرف للجليزة. وصلوا الفكرة جماعة. يبقى هو زي المشترك حرف تي. تمام? كابلة هيروح للجهاز ده. وكابلة هيروح للجهاز ده. وكابلة هينزل للجليزة. وهكزا. يعني لأ سوري بس يعني ده هيطلع كده منه كابلة وهيلحم في تيكو نيكتور تاني وهكزا. ده ينزل كابلة وهكزا. فيعمل مفهوم انا معك كلاما. لا. طب واحد بسيطة. مص. انا علشان اصمم شبكة زي البوزي. محتاج كابلة اسمه كو اكسين. على فكرة ده زي كابلة الديش بالزبط. تمام? زي كابلة الديش بالزبط. اجيب كابلة يكون طوله عشرة متر. علشان نعمل مثلا شبكة على الاجهازة اللي قدامي لها. فالاجهزة تمام? وانا عندي كابلة عشرة متر. انا هاخد وصلة من الكارك اللي جوه الكهاز ده. صح كده? هتيجي في حاجة اسمها تيكو نيكتور. كنكتور حرف تيه. المخرج اللي هنا بياخد نفس نوع الكابلة وده بياخد نفس نوع الكابلة وده بياخد نفس نوع الكابلة. وصلة. فهوصل الكهاز ده لتيكو نيكتور. وهنا لو ده اول الجهاز في الشبكة لازم احط قابليه حاجة اسمها تيرمينال كيل. لان لو ما حطناش التيرمينال كيل لي. لو الراجل ده بيبعت اشارة. البيانات يا جماعة هتبضل ماشية في ملا نهاية. هفيش حاجة هتوقفها. فلازم نحط حاجة تقتل الاشارة في الشبكة ده. كمام? وهخرج من طرف التاني الحرف التي. حتة من الكابلة لحت ما وصل للجهاز. هحط ايضا مشترك حرف تاني. هياخد الجهاز ده واصلة. واطلع تاني الكابل لمشترك حرف تاني. واصلة الفكرة. وهي كزا. وده لو اخر جهاز هبتدى حط تيرمينال كيل. بحيس ان الاشارة لما تيجي هنا. تمام? الشبكة تلقت اصلا ما محنش فجلال بيه. طب بنستخدم الكابل ده في ايه? الكابل ده كل استخداماته دلوقتي في قمرات المرألة. يعني لو انت عايز تعمل القمر ده او تشتغل قمرات. هتستخدم الكابل دوت وهتستخدم الكوننكتور ازال بتاعها. فيها اي مشكلة? اكيد. ايه? ما ايه? هي قمرات القرأة ده الكوننكتور بتاعها بيقبل يعني جهاز نفسه بيقبل نوع الكابل ده. وعلى فكرة الحديث يعني بيشتغل الحاجات الحديثة اوة حتى اللي هي اقول لك ايه دي كامل. يعني مش كل الكاميرات شغالة على دي في اوار صح? في حاجة اسمها ايه دي كامل. ايه القمر بتاخد كابل على طول وتشتغل على الجهاز. يعني واحدة واحدة هيختفي تماما. بس هو شغال يعني بتقدر تشغاله دلوقتي مع كاميرات المرألة. تمام? طيب. الستار ده كل بساطة مجموعة اجهزة وصلة على سنترال دي بايس. يعني انا عندي جهاز رئيسي زي الهب او السويتش. تمام? الجهاز ده كل الاجهزة اللي موجودة في الشرق اوصل عليها. نفس الفكرة اللي احنا عملناها ده ده. اه. والجهاز دوت بيكون لي يعني بنقدر نخش على الجهاز دوت ونعمل عليه اعدادات. طبعا انا بتكلم على السويتش. الهب جهاز يتلقى يعني في احنا مش مش شرطة حتى نتكلم عليه ده انا اتقلبت عليه بسراعة في الفيديوهات الاولانية ولكن مش شرط نتكلم عليه. فدي فيها اي مشكلة? شوية اجهزة بوصلة على سنترال دي بايس. جهاز رئيسي اسمه السويتش. بوصل عليه كل الاجهزة اللي موجودة عندي في الشبكة. زي الدزايد اللي عندنا ده دي صار. فمش فكرة استار ان هي نجمع. لا هو التعريف. اجهزة وصلة على سنترال دي بايسي. زي عندنا هنا كده. هي شكلها مش نجمع. ولكن كل الاجهزة في ناتر وصلت للجهاز ده. كل الكمبيوتر اللي عندي راحت للجهاز ده. منين مش مشكلة? فدي كده اسم الشبكة باستار. وهي دي الشبكة فعلا اللي شغالة في كل المكاتب والشركات دلوقتي. تمام? عندي كده في اي مشكلة? طيب الرنج يعني خلنا بس نرسم رسمتها الاول. هي قريبة من الباصة جمعا. بس انواع الكنيكتورز بتاعتها كانت مخترفة شوية. الرنج كان فيها مشكلة هي بتنشف مصار واحد. يعني انا هنا علشان ابعت الداتر بروح لكل المصارات صح? ولكن الرنج لها كيلة هنا لها مفتاح. لما راجل ده الجهاز اي يعوز يبعد بيانات? مسلا لجهاز بي. الراجل ده بيجي له من الشبكة المفتاح. بحيس ان المفتاح ده يمشي في المصار واحد. ما ينفعش يمشي بالناحيتين. هيمشي في مصار واحد لحد ما يدي البيانات لجهاز بي. معنى كده الباتا بتختفي او بتتقتل لوحده. تمام? بس لو في جهازين عايزين يبعتوا في نفس الوقت. لازم يستنى لما الجهاز ده يبعت علشان يقدر ياخد منه الكيل اللي هو يقدر يبعتني. واصلا لفكرة? فدي ايضا يعني علشان ما نتكلمش عليها كتير يليها اكتر من شكل. من ضمن اشكال يا جماعة ان هم عملوا جهاز شبه السويتش اسمه مالتي ستيشن مالتي ستيشن اكسس يونيت. الجهاز ده مالتي ستيشن اكسس يونيت. الجهاز ده شبه السويتش بالزبط. وبيشتغل بنفس طريقته يعني مش بنفس طريقته بنفس طريقته يعني خلوا الاجهزة كلها بتوصل على سنتر او الديفايز كي انك شايف سويتش او ديما. ولكن اللي جوه او الالية اللي بشكلة جوه الجهاز ده بنفس فكرة المفتاح اللي انا بقولك عليه. يبقى لو فيه جهازين عايزين يبعتوا لازم يروح يشوف التوكن دي مع مين او المفتاح الكي اللي يبعت دي مع مين ويستنى لحد ما يجيله علشان يمتدي الجهاز ده بعض. واصلوا الفكرة؟ اكيد؟ الشبكة دي برضو ايضا اتلاقي مش شغالين بيه. انا بس اه. شبكة مش شغالين من شبكة. هي الستور الشبكة الوحيدة اللي شغالة دلوقتي في اللان. بس لانه مش حلو نوالي. موقع. طيب هنيجي بقى يعني احنا الحد كده على فكرة. يعني دول الشبكات اللي ممكن نستخدمها جوه الشركة نفسها. طيب لو انا بره الشركة يعني زي الراوتر ده مش الراوتر ده وصل بحتة في الاخر. احنا عندنا في البيت الموضوع ماشي ازاي ده معنا. احنا جاي مين حاجة اسمها ايدي اس اي ان موديم صح? بنقول على روتر. تمام? واخد كابل التليفون صح كده? طب كابل التليفون ده بره رايح فين رايح لي بوكس. صح? والبوكس ده هتلاقيه موصل ببوكس كبير جدا في المنطقة تاني. واصل عليه كل الكابلات بتاعت المنطقة. وفي الاخر هتلاقي ده رايح للسنترال. والسنترال هتلاقيه واصل مسلا من شركة تي اي ده. فعند ضريق ده ان انت جالي. صح كده? هبطيق ده دي واصل ابنيك. ببطيق ده ده. واجنة كابلة ايضا. الكابلة ده ماشيت تحت البحر صح? كان فيه مشكلة يعني ظهرت ان الهرش مش عارف عبد بالكابلة. اه اه اه. فهي اصلا بكابل تحت البحر. واصل بشركة انترنت تانية في دولة تانية واطفر هي اي. وبنعرف على فكرة ان احنا مع الوقت في العمل اعنعرف هي اصلا معانين بالزبط. وهكذا صح? الشبكات دي كده دي شبكات والد. دي شبكات المدى البعيد يا جماعة. شبكات المدى البعيد ديها طرق تانية للدزاير. ما ينفعش اديها مسلا لستار. فبستخدم شبكة مسلا خلينا نوز شبكة سماع الهد. بص احنا اه اخلي ان انا عايز اربط اه فرع شركتي مسلا لعندي فرع في القائرة. وعندي مسلا المنصورة. مسلا مطنطة مسلا الى اخير. عندي بتاع تلات فروع عايز اربطهم بفرع القائرة. في احد انواع الوان دي اصلا ما احنا لسا متكلمناش عنها فعلا. ولكن في طريقة ربط. مانت متكلمة اكبر غامر حلينا بص جديد. بص جديد المطور 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 الفكرة فيها يا جماعة ان انا عندي فرع رئيسي. عايز اربطه باربع فرواي. في حاجة في الواية اسمها الاسدراين. او اقدر اخد كبنة امشي تحت الارض. بكل فرع من فرواي. فانا اخدت من فرع كيلو. واصلة بكل فرع من فرواي. الكلام ده ربقى متلف جدا. وده هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله في جزء العلواني على ده لسه قدام شوية. اكيد طبعا الملوك بتبقى عامل حاجة زي كده. بس هي لها طرق يعني لها طرق تانية دلوقتي بالانتفاق مع شركات الانترنت بتوفر يعني تبقى ارخص من جلب كتب. فبس الفكرة دلوقتي ان الواجل ده بقى الهض. الواجل ده بقى الرئيسي. تمام? ودول هم المتحدثون. يبقى التلاتة دول كده. طيب. هي في الاخر كده احنا كوننا شبكة صح? اه. يعني الجماعة دول كلهم يدلوا يكلموا بعض. بس تخيل ان فرع المنصول عايز يجلم فرع طو طيب. يعمل ايه? لازم يروح للقرارة. لازم يروح للقرارة بان البيانات هتروح كيلو. بعد كده ترجع لطنط. فقالك فيه شبكة اسمها مش. فده نوع من انواع الشبكة. ان انا برمود فيه عن البعد يعني. جوه فرع كيلو. هو يعني شبيه طبعا. ديها اسم تاني على فكرة بوينت ومورتي بوينت. يعني من موتر مقتر من موتر. انا جوه كيلو كده موعد الشبكة عندي ايه? تبقى ستار. ولان هي شكلها ستار ولكن نوعها? ولان. وجوه المنصولة. ستار ولان. وصلت الفكرة. يعني ما كده كده جوه شبكتي انا طبعما لسه ما خرجتش برا. مش هنا فيه راوتر? وهنا فيه راوتر? نعم. فالجزء ده كده بقى ستار لان هنا يبقى فيش وقت سمع. وليكم نحط لو عندك مليون جهاز ده هو الشركة الداخل. عندي تمسين سويتشي مسلا ربطين مليون جهاز. جوه الشركة. فطالما انا جوه الشركة لسه ما خرجتش. اصبحت لليه? لان? كنوع. والشكل? استار. واينا نفس الكلام. بمجرد ما نخرج من هنا? من الراوتر? واينا? يبقى اصبح الحتة دي كده سمعه واينا. عشان ما تبقى جوه سويتش. طبعا ده يا شبكة لها اولان. اه الماك ادس زي ما هو والايد زي ما هو. ماشي? اول ما بيطلع من الراوتر بيروح زي ما هو والماك ادس بيتغير او بيتحذر في تعمل الماك ادس جديد. ده بالنسبة من بلد لبلد ولا من محافظة لمحافظة. بس دي حتة احنا لسه. طب بص هي دي في الراوتر. احنا لازم نفهم يعني لازم نفهم جهاز الراوتر عشان ارده على سمالك عشان ما لاغبطكيش بس. لازم نفهم جهاز الراوتر ده هو اللي بيتم. وده كان المفروض المحاضرة اللي جاية بس. سبقت. دايما المحاضرة اللي بعد اللي جاية. ماشي مساعدتنا عسلتنا عسلتنا قسمانا محافظة. هنفي معرفة. اكيد لأ عشان بس ما نخرجش من داخل فيه. بس هي جاوبت عسلت. مش ماشي. اقوات من بلد لبعد ولا من محافظة محافظة. مش مساعدة من محافظة. اصلا لازم من بلد لبلد. فشنا مستغربة. لأ مش لازم من بلد لبلد. طالما خارجتي من الراوتر الاعبادات ه الباكت احنا مش فاكرة الباكت الاول في الوحس احنا احنا قولنا اتباع تباكت اولا بس في شكل يعني الباكت وعندي الفليل صح كده? مش دي جواها بيانات السورس اي بي والدستانيشن اي بي صح? وهنا السورس ماك والدستانيشن ماك صح? مش البيانات دي هتروح للدوتر? وهو خارج هاي بيانها بس لازم نفهم ايه اللي تم يجوره. حتى لو خارج يجلم يعني جهاز في العمرق اللي قدامي لما خرجت من الراوتر راح يجلم راوتر تاني هيبير البيانات دي. مش لازم بره البلد. امام? طيب لحد يجري الامع في اي مشكلة? طيب النوع التاني او الشكل يعني خلينا اللي ممكن نقفل بيه هو شكل مش. وبالمناسبة غمعة الاشكال دي مش هينفع اطبقها على كمبيوتر بس اشتبه فاقيه. يعني انا من بوينت ومالتي بوينت انا مش هكيب جهاز كمبيوتر لان فيه رسومات في معد القطب بتبقى كده يعني. دي بوينت ومالتي بوينت تمام? بس هو هو بمسل الالك على كمبيوتر. ولكن لا فيه غمعة الاشكال دي معظم استخداماتها بتبقى مع الرواتر. وده رمز الروتر على فكرة في الرسومات. اه. تمام? تبقى الشكل اللي اللي بتكلم عليه ده هيشتغل مع الرواتر. في ديزاينات كبيرة تمام الصغيرة. وده ايضا نفس الكلام. ده اسمه المش. فكرة المش ايا جماعة ان كل الاجهزة مرتبطة بعضها. في كل المسارات. خلينا اوصلها. يعني الراجل ده مرتبط بالاربع او بالتلات اجهزة اللي حواليه. لو في عشر اجهزة هياخد كابل او لينك للعشر اجهزة اللي حواليه. والراجل ده نفس الكلام. والراجل ده نفس الكلام. فبقى الدايلة مغلقة. تخيل معي ان الكابلة ده قطعة. الشبكة ده يحصل فيها مشترة. لو الكابلة ده قطعة. فهي بنسبة 99% ما بيحصلش فيها مشاكل. وبتبقى المكلفة جدا. دي اغلى شبكة ممكن تتعامل. فدي بتتحطي عنوان حاجة اسمها. يعني اكلم عليها في السيكوريتي. ايه? ازاي ان انا اعمل وفرة او او اقامل شبكة بتاعتي بحيس ان هي ما ينفعش تقطعها. يعني مسلا في شبكة زي هنا مسلا. ازا خيل ان السويتش ده باز. الا هيحصل. الشبكة كلها وقفت. فتحت عنوان بقى ازاي قرابة اكتر من السويتش البعض والسويتش ده مربوط بابتر من لينك بحيس ان حتى لو ده باز الاجهزة دي اغلى تشتغل في المكان تاني. ما كزا. تمام? لحل دي كده اتا ايه مشكلة? في مشكلة في مشكلة الشبكات? طيب. انواعها اعتقد احنا عارفين نوعين دلوقتي. لين? صح كده? مجموعة اجهزة مربوطة على سنترات ديفايس او اي مجموعة اجهزة مربوطة في الشبكة جوة المؤسسة عندي. الاجهزة دي بقى تليفونات. يعني انا دايما يا جماعة مش متكلم على الكمبيوتر والرواتب السلوشات بس. حتى لو في تليفونات يعني انا عندي خزمة واي فاي دي. تمام? والتليفون بتاعي انا الموبايل الشخص بتاعي لقت من الواي فاي ده. وانا جلوها الشركة انا وايضا تحت اللاف. مجرد ما الواي فاي يروح للراوتر ويبلع يفتح صفحة. اصبح. واي. نفس الكلام. بنقس المغلوع على كل حاجة اي حاجة خصة بالتليكم ميليكيشو. وانت شغلك اصلا طالما دخلت المجال مش مش بس سيرفرات ومش بس لواتر والسلوشات انت عايضا بتعمل للتليفونات. يعني كورسات دخلة معاك عايضا في المجال. تمام? طيب المان يا جماعة نفس الواي بالزرعة. بس اقالك ايه? يعني لما نيجي نربط محافظات ببعضها. يعني للوقت الكايرو المنصورة وتنتق. مش هنا في طي داتل صح? وفي سنترال. وانا اخدت من السنترال ده واتروحت الكزا سنترال ده حتى ما وصلت للسنترال اللي في تنتق صح? ولكن انا جوه البلد عني. انا بربط محافظات. فقالك تماما بتربط محافظات? يبقى الاسم الشبكة في الحالة دي ماني. واصلوا فكرك? يبقى المالي اصلا. يا عبارة بسانحة اورفоты. مج Chemistry. هي وال. هي وال. التعريف بتاعهم. Ma ella? هم اهما. هو مجموعة من اللان. اهما؟ هو هنا لان? وهنا لان صحي كده؟ فهي كلمة وال اصلا تعرفها ان هي مجموعة من اللان مربوطة البعضها. ده تعريف اصلا يعني ده تعريفة حتى في كتاب. فالمان نفس الكلام. مجموعة من الان مربوطة ببعضها. من الان مربوطة ببعضها ولكن قال لك على مستوى المحافظات. طبعا المسافة مش بعيدة اوي يعني من المحافظة للمحافظة. نقدر نقول عن الشبكة دي? مال. بس طبعا يعني في الاخر انت غير تقول وان عادي ما حدش يقول لك. تمام? طيب. الكام قال لك هنسكر الموضوع شوية. تخيل ما في جامعة زي جامعة حلوان. هي حتى اسمها الكمبوس اللي هو الكمبوس اللي حرم الجامعة. انا جامعة حلوان مش عندي ابطل من كلية. طيب. داخل الكلية نفسها. الشبكة الشبكة اللي جوه هنا ايه? لان. لان صح كده? طب خرجتي مسلا من كلية حقوق الوحط الاتجارة. الشبكة اللي جوه الاتجارة ايه? لان. صح? روحنا الكلية تابتة اندازة لان. لما جربت الجماعة دول ببعض. قال لك دول جوه مكان واحد حرم جامعة. صح? نعم. فايزا الموضوع لما يكون قريب كده قال لك لا اقول عليها جان. دي كان مزيري انا تقول. ولكن لو قلت عليها وين? مش هتبقى غلط بقى. واصلة ولا? نعم. مسلا. يعني انا عندي مسلا اا مصنع زي السويدي. السويدي في العشن من رمضان كبير جدا. صح? ففي اكتر من المباني. طيب. المباني ديت لما تيجي تربطها البعض. وهم في الاخر في المكان واحد. في اريا واحدة. فممكن نقول عليها كامل. ولكن ايضا ممكن نقول عليها وين? الاتنين صح? كمام? محد كده في اي مشكلة? طيب. البان? البانج اللي هي البرسونال اريا نتوري. قال لك لما تيجي يبقى عندك كاميرا مثلا. الكاميرات دل بيني وما بين الكاميرا دية اصبحت شبكة ايضا. ولكن بيسموها في الحالة دي بان بيرسونال اريا نتوري. دي حاجة بيرسونال. حاجة شخصية انا وصلتها. وصلت بايدة بالكمبيوتر بتاعي لاخد الحاجات اللي عليها. دي حاجة بيرسونال. اكي? دي عمور عليها لان دي? دول مش مجموعة اجهزة ووصلين بسمة دي بايس. ده جهاز واحد جهاز خاص بي. جهاز بيرسونال انت وصلتوا بجهازك بتاخدوا منعلي بيانات. فقال لك دي شبكة لهم جهازين. اتوفر عليها الشرط بتاع الشبكة اللي احنا اتكلمنا عليها. جهازين. ووصلوا باي طريق ميديا اللي هو كابل اليو اس بي. فدي قال لك شبكة او الدوعة تصنيف قال لك دي عمور باني. درسونال اي جهازين. صعب? لا. احد كده في اي مشكلة? طيب. احنا بس وصلنا دي عشان ما ننتهش البعض. احنا كل ده بنعمل شبكة. عرفنا اصلا يعني ايه شبكة? وعايزين بنعمل شبكة في اي مكان ما في شركة او في بيت في اي مكان. فاخترتي شكلا من الاشكال اللي هو اللي استر. واخدت شكلين لان انا الشبكة بتاعتي عايز ادخلها على الانترنت. طب لو انا مش عايز ادخلها على الانترنت. هتبقى لان بس ومش هحتل دي بايس رات. صح كده? طيب. فاخدنا نوعين اللي هم ده اللان والوان. المان والبان والكان يعني اعتقد موضوع بسيط. الاتنين ده هم نقدر نول عليهم وان. والبان دي شبكة يعني بين كاميرا بيت موبايل حاجة برس ومتفصل بها. طيب. الديفايسيز. لأ احنا كده وصلنا يا جماعة في الديفايسيز. طيب. ومدنا السويتش. وخبنا الراوطة. وحطينا جهاز الفايرور بس يسا نتكلماش عليك. طب الهب ده ربناها بصوا. الهب نفس فكرة السويتش بالزبط. لجموع عند الاجهزة. بتتوصل عليه. نفس فكرة بس ممكن توصل. بس او بهب. تمام? طيب. بس الهب كان فيه آية خطيرة جمان. خلينا نفرق لابنهم بقى عشان نبتدى نتكلم على الديفايسيز. الهب كان نفس الباص لو بعت جهاز ده بعت بيانات راحت للناس كلها. تمام? فرعيك خطير طبعا. وهقولك يعني تخيل ان الهب ده وصل بهب تاني. فك الشبكة المجبيرة الهب لده وصل ان اربعة وعشرين بورد. صح? وما كفاش فالطبيطة وصله بهب تاني. ماشي? ايه لو هيحصل دلوقتي. جهاز ايه? عايز يبعى البيانات لجهاز بيه. من دلوقتي الاشارة بقعته صح? هتتبعت لكله. فهتخرج? للهب تاني. للهب التاني. طب الهب التاني اول ما ياخد البيانات هيعمل ايه? هيبعت لكله حكة الفتحة اللي جات له منه وانشارين. فهيرجع البيانات من الهب الاولاني. الراجل ده هياخد البيانات يبعى تاني. وكزا بيعملو خاك اسمع لوب. كما هي الشبكة كلها وجهة. فده كان عيب خفير يعني من ضمن عيوب الهب وكان فيه عيب تاني حاجة اسمها جماعة لو جهاز ايه وجهاز بي حابه وابعته بيانات في نفس اللحظة البيانات دي بيحصل ضغط اصابة. فولا دي بتتباعت ولا دي بتتباعت. تمام? قراءة نفس مشكلة اللي هي البص. بيعتبر البص بلو بيعمل نفس الكلام بس او. فوصلت فكرة الهب. لذلك الجهاز ده هتلافت. مش حاجة اسمها هب دلوقتي تسوي. يعني انت حتى ما تنزل تشتلي مش هتلاقي في السويتش. تمام? طيب. ده احنا كده عارفين ايه عندي هب ووسويتش. طيب. عندي جهاز تاني اسمه الريبيتر. الريبيتر ضي كله وظيفته. انا عندي هنا. في جماعي تريد احنا نسيب رسالة سنت الدور. تمام? فالمقسمهم بتاع الكابلات. الكابلات انا باعليها مكسيموم علشان الاشارة تقدر توسل. يعني لها مكسيموم دستانس او المسافة بتاعت الكابل ولياتهم اخيرها مية متر. لو انا وصلت بالمية متر مش هتشتغل الشبكة. فلما لقي كابل اخره او الليمت بتاعه مية متر. على الاقل هتشتغل بتساين. صح? طب انا قبلت لشبكة احتاج امد كابل لسويتش تاني او لجهاز تاني مية وخمسين متر. اعمل ايه? احتاج جهاز يريبيت الاشارة دي او يريكوننكت الاشارة. ادي الريبيتر انا هون. فانا بالوقت عندي شبكة عايزة مية وخمسين متر وانا الليمت بتاعي تساين. فاخد كابلة يا جماعة من مثلا من الدور الاول عندي في رسالة. لحد ما اوصل لتسعين متر واوصله بالريبيتر. تمام? واخد مثلا تسعين متر تاني او واتور المساحة حد النهاية. واوصلها بالشبكة التانية. الراجل ده كل اللي عمله ايه? انا البيانات عندي دلوقتي هي ماشي انا هو. صح كده في الكابل. فلما بتيجي عند الافل خالص بنبتلت العفل. او بجي اخدها يعمل لها ريجين ريت يقويها تاني ويبعثها في الكابل من الناحية تاني. فحللي المشكلة بتاعت الدستانس بتاعت الكابلات. واصلا? يبقى انا دلوقتي لبنك اصنل شبكة زي دي. لازم اراعي. نوع الكابل. لياخد مسافة قد ايه? عشان اعرف ان انا احتاج دي بايس دي ريبيتر متر وغلق. واصلا? يبقى والكلام ده في الدزاين على فكرة. يعني لو بتيجي تدرس الدزاين او السي سي ايه دزاين لازم اتراعي الكلام ده في الدزاين بتاع الشبكة التانية. فحدي كده في ايه مشكلة? جهاز الراوتر? جهاز الراوتر بكل بساطة انا اقدر نقول ان هو بيخررنا على الانترنت او لحد ما نوصله يعني ان شاء الله في المحاضرة اللي بعد الجداية. اقدر نقول ان هو بيعرف الشبكات المختلفة عن بعض. يعني انا دلوقتي دي شبكة وليكن وضع رقم. مسلا عشرة زيرو زيرو. مسلا واحد. وعندي ورا الانترنت هنا شبكة وضع عشرين زيرو زيرو واحد. مسلا ده رقم الشبكة. طب عشان الشبكة دي تقدر تكلم الشبكة دي ما ينفعش ايه جهاز تقوم السويتش ما ينفعش. لازم الراوتر. ليه? لان الراوتر هو جدوان بيخزن فيه الشبكات اللي هو مرتبط ديها. فلما يجي حد من الشبكة دي عايز يكلم الشبكة دي بيعد على راوتر. لو كانوا الشبكات دوت جواه العشرين زيرو زيرو واحد. الراوتر هيبتدي يحدد له المصار اللي يمشي فيه عشان يروح يكلم الشبكة التانية. واصلا. يبقى ازا نقدر نقول ببساطة ازا هو بيعرف الشبكات المختلفة على بعض. لحد من الانترنت. وفي نفس الوقت بيعرف لي الشبكات المختلفة عن بعض. ماشي? لحد اكسس بايند الجهاز بيلحقك الشبكة. في اللاهنة ديها. تمام? بياخد كابل من الراوتر او الراجل اللي هو المزود الانترنت. ويحول الاشارة اللي جاية من الكابل ديها لترطلات. وده برنا وايضا هنتكلم عن ايه اللي هي الوارلس. وده هنتكلم عليه ان شاء الله ممكن بعد ثلاث محابرات في الجزء الخاص بالوارلس. فده هنجيله بالتفصيل ان شاء الله. لكن كل ما عايزك تعرفه بانه هو لازم هياخد كابل. تمام? وبيحول الاشارة اللي جايله من الكابل دوت لموجات. الموجات دي بتريد انت تلقوطها مسلا عبر الموبايل او عبر اللاكتون وهكذا. تمام? فيها اي مشكلة? طبعا اي انا بسر ايه? ولا? ازي? يعني شبيه على الريناس بايل بدل السلك اااا. ما هي لان? تخيل معي. انا فيه شركة دلوقتي بتطلب منك ان كل التوزيع عندها يبقى واي فاي. مش عايزين يشوفوا كابلات خلص في الشركة. انت بتعمل ايه? انت خدت راوتر صح? اه. وبتاخد من الراوتر دوت لأكسس بوينت. أكسس بوينت بيطر اسمها الاكستندر. الاكستندر ده بياخد من الاكسس بوينت ويقول الاشارة. وهكذا. وتوزع على مدار الشركة كلها فمش هتشوف كابلات خلص في الشركة. فايزا جوا الشركة هيبقى ايه? يبقى لها. انا ما خربتش من الشركة صح كده? انا فهم بوصلي تقالي. انا اكتر او انا اطلق افتماعي. اكتر من افتماعي. بس على فكرة الواي فاي بيشتغل من نص سرعة الكاملة عشان تبعات في الكامل في شبكات شغلص البراطة وافضل بكتير. والواي فاي بيشكل كتير جدا. لانها في الاخر ترددات ماشية في الهوا يعني حاجات كتيرة اوه ممكن تقطعها. الا طبعا لو جبت اجهزة غالية جدا. ده مبيح ساوش كده. ماشي? لحد كده في ايه مشكلة? طيب. اخر حاجة الفايرول. والفايرول على فكرة جماعة هي مجموعة مبيزة يعني بس خليها نقول ان مفهوم الفايرول عن مثل ان هو كل وظيفته ان هو بيمنع. طب يمنع ايه? انا حطيته هنا صاحي كده? الراجل ده ممكن يمنع خدمة زي الويب. انا بالوقتي عايز الشرك عندي ما تطلعش على الفيسبوك. تتصفح اي موفع في الانترنت. معدل فيسبوك. فهحتاج جهاز يمنع الموضوع ده بصحب. فهحط جهاز زي الفايرول. بيبقى جواه رول. اخش جواه رول ده. وده على فكرة هم فيها التعامل ان شاء الله. اخش جواه رول اقول له ان لو فيه اي حد من الشبكة الداخلية ده. عايز يطلع للشبكة الخارجية لذلك هو دايما بيبقى بين السويتش والرود. اي حد عايز يطلع من الشبكة الداخلية ده للشبكة الخارجية. ورايح للفيسبوك اعمله بنعم. طيب. لو اي حاجة تانية هيعمل له قليل. هيسمح. يعني ما الراجل ده رايح جوجل هيطلعه مفيش مشكلة. وصلت. في نفس الوقت في بعض الشركات او البنوك. يقول لك ما ينفعش تبعط اميل الا للمسلا معينين. يعني الميل بتاعك بنفعش تبعطي ميل للهود ميل او. او مسلا ميل للجي ميل لا بيهوزو تباعت ديها الدنوك بتاعمل كلاه. فبيضطر يحط جهاز مسلا ما عليكم اسمه كونتنت فلتر. تحت ايمان برضو الفيروول. فالجهاز دوت بيهوص فيه شوية اميلات هي ممكن تباعت له. لو خرج من اي جهاز ميل مختلف. يعمل له بريفينتي يمنعه. خرج نفس الميل هيسمحك. وصلت. اجهزة الفيروول يعني فيها اجهزة بتوصل ل 24000 دولار مثلا. اجهزة غالية جدا يعني. اجهزة غالية اجهزة غالية جدا يعني. اقل له حاجة ممكن تجيبها مستعملة مثلا تشتغل معان قويس بخمس تلات جنيه. بس الفيروول فيه جوز ايه. صوفت وير وارد وير. يعني انا ممكن اخد جهاز زي ده. احط له كارتين نتوار. تمام? ونزل عليه ده فريع بفكرة. بيقدر يقوم لي بنفس اللي احنا بقوله ده. بيقدر يعمل بريفينت ويقدر يمنع ويبقى فارول ولكن سوفت وير. تمام? موجودة كل كل الريسورس دي هده لفاصل. ايه? ازاي كوتا كده? فيه. الكوتا طبعا يعني بتبقى جوه تمام? ان انت مسلا عايز تعمل لحاجة معاينة زي البرتشن والبرتشن في ال او انت بتدارس ايه في كوتا. يعني انت تلوقتي مشاير فايل ليوزر معاينة. بتلاقي اليوزر ده بيحط افلامه اغاني وقلعاية بصاح ممكن يخبص لك الهارد بتاع السيرفر. فانا يبطر راجع على الفولدر بتاع الراجل ده وعمل له كوت عامل له لميت مسلا عشرة جيجة اخره ما يستخدمش من السيرفر عندي غير عشرة جيجة. مم. مقدرش يعديه. الفايل هم ايضا بيعمل حاجات زي كده. ده كله ان شاء الله نتكلم عنه في العمل بيزن. احنا على اخذ حتة كمان من ماكروسوفت و السيرفر. تمام? فده بشكل بسيط الفايل وفيه منه الهارد وير والهارد وير بيكون غالي شوية زي الارطان اللي بنقولها دي. بس طبعا الهارد وير يا جماعة شغله يعني اعلى واقيم وستيبول يعني هو فيه ثبات جابت جدا عن السوفت وير. السوفت وير بيهند كتير جدا يعني انت ممكن تبقى يعني فيه ناس بتشتغل بالايزا سيرفر لو حد سمي عنا. والتي ام جي. دول من يعتبر صوفت وير فاير وول ماكرو صوفت بنزليه. بس فاشلين تماما. جرب تنزلهم يعني في شركة. لو الشركة دي السرعات بتاعتها مش عالية جدا في الكابلات. ولو قروط الشبكة اللي محطوطة في الجهاز اللي منسطب عليه الكلام دوت. هتلاقي الدنيا جوازت معك تماما. هتلاقي حاجات انت معنوا لا يعني عامل لها اللي هي وسمح لها اتعمل لها الدنيا وحدها وهكذا والعكس. انت مسلا تقفل الفيسبوك هتلاقي الناس بتشتغل عادي وهكذا. تمام? فالافضل لما تيجي تشتغل فايرون تشتغل من هارد وير مش بالسوفت وير. ما حد كده في مشكلة? اكيد? ماشي. طيب. اخر حاجة عندي بقى عشان نكون الشبكة هي كابلت. تمام? على فكرة احنا اختزلنا كتير بسرعة. يعني الاربعة عشان افهم صادقة. اه اه اختزلنا كتير جدا. طبع. اه فيه بس لسه مارفعتاش ومش عندي والله للاسف يعني على جهاز تاني المشاريع. ان شاء الله بازن الله احاول بها. مش نرفعها حتى ناخدها عرفناش. ان شاء الله. انا كده كده اوضيفكم كمانا على الجروب لو اترافعت انا نزلهم شوانا. بس فيه جزء منها مربوض. اه. شفتها اليوتيوب. اه وانا. اه. انا عند جماعة قناة اصلا على اليوتيوب اسمها فيرس تلياد ما اكد. فينا شوية فيديوهات المسارات اللي متعليمية. على اليوتيوب. بس خلينا طب نخلص بعد كده نتكلم الموارد. ماشي? طيب. انا عندي الكابلات بقى جماعة ثلاث انواع. الكو اكسل. احنا قلنا الكو اكسل ده كابلة زي كابلة ديش بالزر. كل استخدامه هيكون معرفة القمرات. وان شاء الله في الجزء العملي هوريك توفيه لي. خلاص? فعلشان ما نتكلمش في حاجة احنا مش نستخدمها كتير. ابتر حاجة نستخدمها هي التويستف زير يا جماعة. المنتويستف بير يعني اطرافنا الحموض معه. ففيه كم? الاول هو نوعين بس. يوتي بي. وست بي. الشيلد التويست بير. والان شيلد التويست بير. الفرق ده بينهم انا مع ان الراجل ده يقدر يشتغل اول صحيح. ومش مرن. يعني السمكة بتاعته عالية او محمل شكل بير جدا. فنقدر نشكله اول صحيح. يعني لو انا عايز اماشي كابلات من برد. يعني تستحمل مسلا الجاو والحرارة والكلام ده. اشتغل بالاست بي. الشيلد التويست بير. لانه كابلة محمل. اليوتي بي دي الكابلات اللي بتشتغل اول صحيح. بتبقى مرنة حتى في الزوايا نقدر نشكلها. زي الكابلات اللي وصلة هنا دي بالزبط. يعني اتبطت ليه اخت زاويا. لو اشتغلت بالاست بي مش هقدر. هلفتهم مع الزوايا بتاعكم. تمام? طيب. المعضاء بكل بساطة هم تمام اطراف. وبيأخذ حاجة اسمها ارجي خمسة اربعين. طيب احنا دي محتاجين نعمل. طيب احنا نقول التفتريرات. بس انا عايز واحد. طيب. لكن طيب احنا كلنا عارفينش هكلي ارجي. ها. اه اكيد في كابلة. احنا ممكن طبع يعدين الكابلات. ده كده يا جماعة الموضوع البساطة ده شكل الارجي خمسة ورعين دماما هم تمن اطراف اللي نكتبهم لك ماما اللي نعرضك عليهم لله خلينا نعرض مخاصة، همنا بصوا جميعا ناولا وما في طلح انواع الاول لترتيب الكبلات دي لازم نبعرفين مهم منهم اللي مهم والنواع التالت هكي موكايز انا عندي حاجة اسمها سرور. وعندي كروس. وعندي حاجة سنة رول. النضاء في كل مصر. لو انا اوصل اجهزة غير متشابقة فازة بالطريقة دي. اجهزة غير متشابقة. اشتغل بالستريت سرور. فاتخيل معي الوقت. جهاز كمبيوتر مع سويتش. الاجهزة دي متشابقة. طيب. راوتر مع سويتش. راوتر مع بي سي. استريت سرور. طيب. لما اوصل اجهزة غير متشابقة. اضطرها. اشتغل بالستريت سرور. طب. الترتيبة بتاعت الستريت سرور ده معه من الشمال اللي يميني. ابيض برطواني مع برطواني. تمام? وابيض اقدر مع ازلق. وابيض ازلق مع افضل. وابيال بني مع بني. الكلام ده في اللي سلايدات. دي حاجة انت يعني المطلوب منك ان انت تحفظها. يعني دي حاجة ما افعلش فيها. انت هتفن ترتيبت الاسلاك. ان انت على الاساس هتوصل بين الاجهزة. انا بس كل اللي عايزك تفهمها. ان الاجهزة لو مش متشابة. هتخل الترتيبة اللي انا بقولك عليها دي. وبنتدخلهم جوه الارجي. بحاجة اسمها كريم دينجتون او واحدة نسميها الراجر مصر. بتبتلي تضغط عليهم خلاص بيبقى تكابل جهز. ومن ناحية تانية نفس الكلام. تبقى الترتيبة ايه اوضي البرتواني مع برتواني. اوضي الاغدر مع ازرق. اوضي الاغدر مع افضر. اوضي الاغدر مع اوضي الاغدر مع افضر. تمام? طيب الكروس اوبر. اجهزة متشابهة. يعني لو كمبيوتر مع كمبيوتر. دي اجهزة متشابهة صح? سويتش مع سويتش. وراوتر مع روتر? كروس او سيريال. ده هو في الغلب دي او سيريال. طيب وده ققر على فكرة. احنا في الغلب. طيب الكروس اوبر. وبحضر. اوضي الاغدر مع عزر قصر. اوضي عزر قصر. اوضي الاغدر مع عزر قصر. بصرا. اوضي الاغدر مع بصر. اعش ارقفة بس عزر قصر اوضي. انترح. مكان اللا بياه الذاتر و不會 لية ما معه البير الاولاني او اللا بياه البرتغني والبرتغني دول مسؤولين على السجن تمام واللا بياه داخدر دول هؤلاء واهن والز06 واللا بياه داخدر اللا هو رقم bueno 3 و رقم 6 اللا هو اللا دول سؤالي بالفاق موسيقى موجود بديف فالد كده؟ موجود بديف هو على الجروب لو انتو ظهرتوا على الجروب هتلاقي كل الإسلادات اجدت كفلات اهي طبعا الموضوع كل متلخص في صورة طبعا الموضوع طبعا الموضوع طبعا الموضوع طبعا الموضوع وصلت كده كمان صورة صورة هتبصوا دي شكل صورة ماها تبقى بعيدة جدا عشان مفيش بوزين بس يعني الفكرة ان الترتيبه دي موجودة ألوانك كابلتها ايه بس ليه بسيطة عن الفكرة كل اللي عايزك تعرفه لما تشوف الصورة ان انت هيبقى الارجيب من نسبالك او الترتيب من الشمال قديم وان ان انت لو اجهزة متشابه هتستخدم كل صورة اه هو الترتيب كله اللي هيتغير فيه الاجهزة الكابلات اللي مسؤولة عن السنت والكابلات اللي مسؤولة عن الرسيف اللي هم ايه البرتواني واللبي البرتواني واللبي دول الاربع كابلات المهمين في السنب لو وصلتوهم بس بين نفس الترتيب والشمال الاباقي الكابلة يشتغل ما فيش مشكلة. تمام? بس الباقي ليش تبع عادي. بس الجاو ده مش تبع عادي. لا لا يشتغل عادي ليش مشكلة. الباقي ده بيفرق معك في الفويس. لو ما عندكش في الشبكة مش تفرق كده. انت كل اللي انت محتاجه هم اربع اطراف بس. حتى في ارجاعيات على فكرة اربع اطراف بس. بتوسع عليهم الكلام ده. الحن دي كان يفايا مشكلة. طيب. الروان دو اوفر. ده الكابل. الطرف بتاعه سيريا. وطرف منه ارجاع زيدي. الكابل ده لماعه ببساطة ده نشوفه عامل ان شاء الله بيوصل بالراوتر من الراوتر للجهاز. حاجة اسمها الكونسول. وده في كورس السيسي انجي. الكابل ده بنوصله من الراوتر للجهاز عشان نعمل للراوتر اعدادات اول مرة. يعني الراوتر ده انت لو لسه جاينه من الشركة من المصنع. واول مرة هتعمل له اعدادات هتحتاج له كابل اسمه ده ببداع جهاز. ومش غالي على فكرة انا همتنا فيه بخمسة عشرين جنيه او حد. تمام? تحدي كده فهم مشكلة? طيب. كابلات الفايفر? من الراوتر مسلا احطولي. من الراوتر والجهاز عندك. من الراوتر? اه. عن طريق فتحة اسمها فتحة الكمسة. ليه? عن طريق الراوتر من اسمه بالتليفون على طور. او اللي هو. ا توضب الفايفر التليفون? اه. ده 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 اسم حوليك الفايفر نعم. ده مش راوتر اه متى؟ الراوتر بالفكرة اقل الراوتر لي اخد اي اس姐لم. وهنا مش الروف جنيه. اقل الراوتر لي اخد اي اسجل الراوتر اه متى? ده مش راوتر ده اي اسจะ. ده مش راوتر. واحنا هنعرف الراوتر فيك شارع دانا. يعني اعرفك الراوتر بيعمل يو الفرق بنويسه. انا وانا. استعلم اول مرة من الراوتر. اسمه رولد اوبر. لحد كده في ايه مشكلة? طيب. الفايبر ده الكابلة جماعة اللي بنستخدمه في الوقت بين الدول. الفايبر عبارة عن شعيرات بتشتغل يعني بالموجات الضوائية ده مع ده اللي شركة اتصالات عايزة تغيرها دلوقتي في البنية التحتية. فبتدينا سرعة عالية جدا وبياخد مسافة توصل مثلا من اربعين كم. مثلا وفيه اكتر طبعا فيه اكبر بكتابة. فهو نقيم. ومالوش على فكرة يعني لوش في براسكنا حاجة خالص لمنعها. ده الفايبر عبارة. يعني احنا في المرحين ده مفيش في دراستنا حاجة خالص. انا كوني بس برهولة في جابلات الفايبر قدام شوية في العملي. ان احنا ممكن في سبتة سنتر او في بتاعنا اللوكل في فيها فتحات فايبر. وبتاخد سرعة عالية يعني بياخد سرعة عنده فتحة او فتحتين فايبر شكال بسرعة عشرة جيجا برسلها. احنا بس نكابل طب الحتة دي. فالجماعة يعني الفكرة ان احنا كابلات الفايبر ان انا نتعرض لها لماكنا في الدزاين جوا شركة وطبعا دلية الشركات المحترمة او الشركات الكبيرة بتوصلنا بين السويتشات بتاعتها. بكابلات فايبر مش بكابلات يوتيوبي. عشان تبقى السرعات عالية. فده جوا الدزاين الداخلي للشركة. لحد كده جماعة في اي مشكلة. دول تلات انواعات كابلات. يعني احنا الفايبر والكو اكسل مش موضوعنا. اهم كابلة عايزك تركز فيها وفي الفيديوهات ان شرحنا شوية في الكو اكسل وفي طيب. اه نبص عليهم بس اتعرفهم. لحد كده في اي مشكلة. طب نكون شبكة فيها سريعا. يبقى احنا نحتاجين شكل من اشكال الشبكات. طمام. الشكل ايه لو انا عام الشبكة داخل ايه? طيب النوع. طيب الدي بايسز اللي ممكن استخدمها. سويتش وراوتر. لو هنطلع عبرة. تمام. ولو مش هنطلع عبرة فعلا مش محتاجة. ولا الفاير بول ايه بمحتاجة. صح? يبقى انا كل اللي هحتاجه جوه الليل ممكن السويتش وممكن الريميتر. صح? وممكن الواي فاي اكسس بويند. صح كده? طيب. لو هطلع عبرة تحتاج الراوتر. واجيب دي المفروض اصلا تحتاج الفايروور يعني معظم السويتات الكبيرة لازم يبقى احناها. تمام? طيب. الكابلات اللي انا هستخدمها جوه اللي شبكة عندي في الليل. ونوع عيو تيدي. ده اكتر كابلة هتستخدمها. تمام? طيب والكابلات اللي تستخدم في الوين? بالفايرو. ده لا يا الفايرو. 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 بس عشان ما تكلم نشعر. اللي يفتغن في الوين يعني ما ده اربط دول دمعه. استخدم كابلة زي الفايرو. تمام? اه طيب. لو انا عندي اجهزة متشاهدة اربوط اربعة سويتش. اكيب ده هيبقى عندك في الشبكة عاربية. يعني عندك سويتشين في الشبكة. هتربوطهم بكابل نقو. كروس. كروس اوبر. لو عندك اجهزة مش متشاهدة اللي هي البيسيز السويتشات. تمام? لو عندي راوتر اعمل له كونفجريشن لأول مرة. اختارك كابلة الروض اوبر. وهو اريكشن. لو عندي سويتشين في الشبكة الناس قادم كروس. يعني ما عندي مساء من السويتش تمانية مورف. تمام. وعندي عشرة ديه. هو عني السويتش الاول اللي عندك في الجيت ولا اللي انا بتكلم عليك. في فرق. سويتش نوعية تيجيب ديك. سويتش من السيسكو. ماشي. صح? ماشي. 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 ولا انشي بيه. ماشي. سويتشاتي التانية ممكن تشتغل عادي. شايف على فكرة دول هتشتغلوا عادي برضو. لسا هتفقد شوية خواصة. يعني اديك مثال. خلينا بقى نمسح الكلام. احنا بس الحد جادة في مشكلة. خلاص? ولكن انت كلامك سليل. لما انا هاجي اوصل سويتشات دول عادي بستريد سرور. هتشتغل. لو انت عادك في البيت وصله. لو ادي بي لينك والدي لينك والحاجات دي وصلها. مش بتفقد كتير معي. بس خليل اقول لك احنا ليه? انا بس بحاول عاودك عا الستاندرد. علشان لما تيجي تعيب لحاجة مؤينة تبقى انت من عدد. برضو لو جيت عامل في الشركة مسلا دهين سويتش بسويتش. عامل كامل كروس. اه لو احنا احنا في حالة سيسكو عاملتنا يا بلازل كروس. علشان نقدر يقراكة رانك. ما ده نتكلم عن ان شاء الله. خليني مسلا ان انا عندي ايه ناس من تشتغل. وش جانب نفس الكلام عليك. انا دلوقتي عندي ايه مجنزين. على فكرة ده اللاب ده اللي احنا كنا نوصل نابل. بتخلينا نجيد. الشاشة زهرة كده? انا كنا نوصلنا للنابل. تمام? فتخلينا انا عندي مجموعة اجهزة دلوقتي. وسيرفر وصلين على سويتش. ولكن قلنا ان الجماعة دول شغالين في حاجة اسمها فيلان عشرين. عملنا جوه السويتش اعدادات لحاجة اسمها فيلان. تمام? وعندي مجموعة تاني في السيلز. الجماعة دول شغالين على فيلان عشرة. هاي. وعلى سويتش تاني. وصلت مجموعة اجهزة. ولكن على فيلان عشرين. فلما يجوا الاجهزة اللي هنا دي اتكلم حد من فيلان عشرين في السويتش التاني. يقدروا يشوفوها. تمام? وعندي واحدة تالتة او شبكة تالتة شغالة على فيلان تلاتين. تمام? فانا فيه كل البيانات والمعلومات انخصة من فيلان. هنحط دي على فكرة سابقة اللي اولا هرى. طب بس ده انا عايز اوصلهوها. ان انت لو وصلت الكابل ده ستريد صروف. هتجي في في لما بيجي بيكون بيكون حاجة اسمها بيشوف الشبكة دي شغالة ازاي بشكل بيشايفها من فيلان عشرين والفيلان عشرة او الكلام دي. لانه بيشوف نوع الكابل او نوع التقريجة اللي عنده علشان يكون اللوجيكالتيبوليجي. فلو التقريجة دي مش هيفهم بياناتك دي فيه لانش ايش. لو التقريجة دي وعنتا هو كمان حتى في الاعنادات مش هييفه. اللي هيقول لك الكابل ده ما نفعش الوقت عنك. ففي الريال لايف او في العادي لو انت بتشتغل محترمة وقبيلة. لازم غصبين عنك. توسل بك. علشان بس. يعني في حاجات هتتعارض في داخل السواتش مع الكابل اللي السلسل هو. فبس دي بشكل بسيط لحد ما نوصل الى التقريجة. طيب. احنا خدنا بعد كده يا ما حنتفقد. ايه? الوصي. 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 الوصي عايزة اه محبريتين تقريب مستمر. مهدوني. 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 لان كنت بستخص. شباب خمسة دي ممي. لا صاح خمسة دي. خمسة دي. خمسة دي نشور. شور. طب اه. بس احنا ممكن انتظر في كله النهاردة عشان بضل الناس يعني مع الدنيا كله ما تدخلش مع عارضة خلال زي الدنيا شرحة طيب 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 عسقنا استذلنا كتير لا ماشي انت اصدي انا ركان عشانهم والله انا عن نفسي كلي كربا راجع اه 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 انا مستقبل نكمل طيب طب انا بس عايز اقام معها اوضحوك شوات ما فيه ماشي انا خطأ سوف يعمل بالتعلان كتير حد ديان افحاجان لا يجبعي ادرسون ماك ادرسون اه 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 انا ماشي ماشي نفسه. مش فيه في ظهر الجهاز كارت نتورك اللي بيدخل جوال كامل? الرقم بتاع الكارت ده هو اسمه مك ادرس. والرقم ده ما بدورهش عالمستقل عادي. ماشي? البساطة. اه ما دي عملية حسابية كده ما سوم حتة ديه بس انا بقولك بمساطة. اسمه الفيزيكال ادرس. يبقى انا لما اجا اقولك الفيزيكال ادرس بتعرف ان هو ده المك. وان الرجل ده رقم الكارت اللي مكتوب على كارت النتورك نفسه. يعني انا مثلا من زيه في اللاب عندي. في كارت نتورك في الظهر صح كده? اه. ايوة? طمام? فالكارت ده جواه رقم. او عليه رقم? الرقم ده بنسميه المك ادرس او الفيزيكال ادرس. وده ما بتغيرش عمستوى العالم. يعني الرقم ده ان انا واخده بس عمستوى العالم وكل الاجهازة اللي قدامك ديه حتى جهازك في البيت. كل جهاز ليه رقم? مش متغير عمستوى العالم. طيب. الاي بي ادرس? الاي بي ادرس نقدر. خلينا نقول ان هو رقم مكون من اربع خنات. تمام? الخناتك تبقى احسن هناك. تسعة مينة. واحد مسلا. يبقى نقول ان الرقم ده رقم مكون من اربع خناتك. احتاجه امتى? لما يكون عندي شبكة. طيب لو انا معنديش شبكة. رقم ده ما دوش اي لازم. تمام? يبقى اذا الاي بي ادرس ده رقم ما تتغيرش داخل الشبكة الوحدة. يعني داخل ايه? اللان. ما تتشابرش سوريا مش ما تتغيرش. ما تتشابرش يا جماعة. يعني انا لو عندي مية جهاز هنا داخل اللين. ما ينفعش. يغضوا رقمين متشابرين. تمام? ليه? لان هيحصل تعارض ما بينهم في الشبكة. طيب احنا جوه لين جوه شبكة واحدة. منفعش هات بجهاز او جهازين نفس رقم ايه بس بايزة. ده رقم ما بيتغيرش داخل الشبكة الوحدة. بس الرقم ده جماعة من شكل جزئين. بكل بساطة. بشوية ايبهات انت هتحفز الرنجات بتاعتي. بنقدر نستخدمها جوه اللين. تمام? ده. دي شوية رنجات شبكة الايانة حددتها علشان نشتغل بها جوه اللين. طيب. تخيل معي ان انا شغال برنج واحد تسعة اتنين واحد ستة تمانية دوت واحد دوت زيرو. جوه اللين بتاعتي. تمام? طيب. شركة تانية. الشركة دي مربوطة باية بالمنازمة. بقيتها شغالة بواحد تسعة اتنين واحد ستة تمانية دوت واحد دوت زيرو. مش ناها نفس الرنج? بقى العيبات هتتكرر رقم لا. اه. ينفع ولا ننفعش. دي شركة تانية. دي شركة تانية. بس واصلة معي. بالايبين مش هتغلق. انا هنا عندي راوتر في شركتي. تمام? الشركة دي عندها راوتر واحنا الاتنين وصلين ببعض. اه. وعندنا صرفارات. احنا الاتنين بنستخدمه. واحنا الاتنين استخدمنا نفس الشركة في الاي بيت. اه. تتخيل معي ان الواجد ده خد الاي بي ادرس ده. تمام? طب في راجل جوه هنا مش وارد ان هو هيخد نفس الاي بي ادرس. اه. هيحصل تعرض وده ده. اه. اه. طب تخيل ان هم الاتنين هنا. مش ده لي مات ادرس. وده مات ادرس مختلف. اه. لو خد نفس الاي بي. اه. هيحصل تعرض. اه. لانك ادرس مرويش دعب. صح كده? اه. حتى لانك ادرس لو مختلف. برضو المفروض يحصل تعرض. لا بس هي هنا بقى الجزء جمال. احنا قلنا ان الرقم ده ما بيتغيرش. اللان. جوه اللان. صح? طب هي الشركة دي كده لان. لما الراجل ده هيقرب من هنا. اي باوين. اي باوين صح? اه. لما يجي يخش هنا باخد لان تاني. صح كده? اه. 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 لو احنا اكتر من شبكة يعني ازا انا بس اللي عايزة اوصله لك. من رينجات اللي احنا شغالين بها هنا. في ملايين و مليارات على مستوى العالم شغالين بنفس الارقاب. ما يحصلش ما بينهم تعرض تبطول ما احنا على الوين. على الوين. على الوين. مش انا دلوقتي اخرج من الراوتر ده اروح الفيس بوك. مسلا. لما دوا الفيس بوك مش دي شركة? مش شركة دي فيها اجهزة ممكن تبقى ده نفس الرينج اللي انا حطه. مش وارد? فما يحصلش اتعرض هنا. ليه? لان في الحالة دي الرواتر هي اللي بتتكلم بعض. هنتكلمه بطريقة مختلفة هنتكلم عنها بقى ان شاء الله المحاضر في بعض اللي جاي. فانت لما يجي جهاز من هنا. يكلم جهاز هنا. هو اصلا ولا هيشوف بتاعه ولا هيشوف حاجة من العمل. حلقة الوصل ما بيننا هي الراوتر. فالراوتر الراوتر واخد حتتينه جميعا. دي ودي او انسايد. تمام? الانسايد واخده معك من صح كده? علشان انت تشوفه. طب الاو انسايد دي واخده بابلك. طب البابلك ده اي بي ادرس ما بيتكررش على مستوى العالم. يعني الآي بي ادرس. اللي انت لغده بابلك. على الاو بتاعك او على ال ادرس بسعر الخدمة اللي انت بتشتري. فبيديك بابلس اي بي ده مسلا عشرة او عشرين مثلا او عشرين عشرين. فطالما ادرك الاي بي حاجازهولك. مفيش يعني مفيش شخص تاني عدم استوى العنى ممكن ياخد الايب ادلس. واصلا لفكرة. اكيد. طيب. نرجع. نرجع. انا واشحشل قليل للتفصيل على الفكرة. انا اقول لك اهم نقط جواهي. اه الفكرة من الايب ادلس متكون من اربع خانات. تمام? كل خانة على فكرة بتصمى اوكت. والاوكت تمانية بيت. والبيت يعمى بيكون سفرة واحدة. احنا عارفيني الكلام ده? هدى عارفت الكلام ده? طيب خلينا بس معلش واحد واحد واحد. احنا بقى اصيبها هيقى ندخل بالجوز اللي احنا عايزين نتكلم فيه صفنة الناس. طيب. خلاص. رقم مقاوم من اربع خانات. ده كده. ماشي? فده الاكسر استخدامك لزلك انا بكلمك عليه. والرقم ده جوه اللي الواحدة منفعش يتشارك. تمام? يبقى انا خدت مسلا خدت هنا واحد تسعة اتنين واحد ستة تمانية مسلا واحد مية في الجهاز ده لازم ياخد مية واحد او مية واثنين او مية وثلاثة. ممتعش ياخد واحد مية. تمام? طيب. اه والرقم دوت متكون من جوزين. البرائفت ومبليك. البرائفت دي شوية ايبئات. بعض راشتغل بيها جوه الشبكة اللي. فري اصلا مش. مش مدفوعة يعني ما بتحتاجش ان انت تشتريها. وده رنجات معينة ملغوضة جوه المنزمة يعني انت تحفظها. تمام? كلاس او بي وصي. البرائفت دي كلاسات. والحاجات دي موجودة بقى دي دي لازم يعنيش تحفظوها يعني. لو تقدر تحفظوها المرة اللي جاي يا ريت. فايزا جوه اللان مش هيتعرض. لازم او ما ينفعش ياتشابه. تمام? ولكن تلما خرج للوان. الوان بيشتغل بحاجة سماعه بابلك. البابلك اي بي ما فيه ازايه على مستوى العالم. فلزالك لما ديجي الشبكة دي بتكلم الشبكة دي حتى لو هم واخدين جوه نفس الايدان. مش هتفرق كتير لان انت برق شغال بالبابلك. فالبابلك اللي هنا هيكلم البابلك اللي هنا صح? والاتنين من الشبكة باعه لما فيش تعارض. واكزا. لان ييجي الراجل ده يطلع يكلم هنا يحوله للبابلك ويوديني الراوتر التاني. وده يحوله للبرايفيت ويرجع. وصلة. اكيد. طيب. انا عندي نوعة تانية من اي بيهات. اي بي بيرجن سيكس. ده لسه مشتغلش في مصر. ومشتغلش الدول كتير. ويعني في الكتاب هو صفحة ونصة. يعني ما فيش دقيقة احنا هنتكلم عنها. مش موضوع ما خالص. ماشي? احنا كل تركزنا يبقى اي بي بيرجن فورد. لحد كده في اي مشكلة? اكيد? طيب. انا عايز اقول لك ايه تاني في الهدي ايه بس? لو بتحبه بقى ممكن نيجي بحضرة من فصل. لان ده نازل مصر. مستغل. خلاص هشوف يعني في خلال الاسباع اللي باي ده ممكن نيجي محاضرة من فصل نتكلم في الهدي بس. لان انت لو على كده هتيجي يوم داربع مش كمان. لأيوم داربع انا هنتكلم على تأسيب الهدي بس. طيب. طيب. طيب معليش بس احنا نوضح نطيب. البروتوكول ايه ما? انا. انا. انتعرف يعني ايه بروتوكول? انا. الاول ادرس اعتبر بروتوكول افريكا. انا مش عارف اتكلم بتاعك. مثلا. طيب. ايه البروتوكول اه. نقدر نقول. يعني ان هي حاجة او حاجة سابطة. انا وانت ما بنقدرش مغيرة. او ما فيش شخص على مستوى العالم يقدر يغيرة. زي ايه يا جماعة? لما باجي دي لوقتي اتصفح موقع انترنت زي الفيسبوك. او اي موقع انترنت. تمام? وبتبترى تعمل ايه? بتفتح البروسر بتاعك كروم INTERNET أكسبلها ايا كان. صح? تيجي تكتبق لوا فيسبوك دوت كوم. هو او تمام بيعمل ايه? بيحط قابل الفيسبوك دوت كوم هدو تيدي بي اس بريقنا او هدو تتيل سلاش سلاش وتلاقيكت دبلو 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 صح كده? دوت فيسبوك دوت كوم او ممكن اشيه دبلو دبلو مش مشكلة وانترنت كل هنا فيها. في من الهدو. او الهدو تتيل ايبا اذا انا لو اي حد على مستوى العالم عايز يكلم صفحة انترنت. هيروح يكلم بروتوكول اسمه. اتش تي تي بي. تبقى دي حاجة احنا نقدر نختلف عليها. لما زاجنا. احنا مش لما زاجنا اصلا. دي حاجة كل العالم شهدان دي. تمام? طيب. ناخد نسان تاني. لو انا عايز مسلا ابعت فايل مسلا من جهاز لجهاز. مسلا. او خلينا نقول على الانترنت. الانترنت يا جماعة او في حاجة اسمها فايل ترانستير كورتوكول اف تي بي. هتقدر بتعمل سايت. والسايت دوت بتحط جواه شوية ملفات. تمام? الناس تقدر بتخش على السايت دوت بتعمل لها ده مجود. بتلاقي اوتوماتيك لما بتيجي الناس تخش على السايت بتاعك ولا هيكون انت مسلا كان بها راتي سيدوت كوم. تمام? راتي سيدوت كوم دي تصنيفه ايه? فايل ترانستير بروتوكول. هو مش ويد سايت مش حاجة انت ممكن تستعرضها. دا فايل ترانستير بروتوكول ممكن تعمل تحديد من عامها. بتلاقي اوتوماتيك شايتش او دي دي حت لها بف تي بي. نوتوكين سلاش سلاش. بحط السايت بتاعك. ليه? لان ده يقدم كلمة فايل ترانسيبير. تقدر من خلاله تعمل ناول لود او قبلوض مسلا لملفات معايير. واصلا. فانا ايضا بروتوكول ما نقدرش نغيره على مستوى العالم. انا بس الفكرة لو باطحة كلمة بروتوكول اللي بقى احنا لو هنشتغل على الانترنت نقدر نستغنع على الانترنت. ليه? لعيبنا بالبساطة. عيبار تكست ترانسفير بروتوكول ولكن المكانش سيكيورة. البيانات فيه يعني بتباعت جدا في البرمضة يعني لو اي حد قاعد بطول سميرة بقدر ياخد كل البيانات اللي مكتوبة بالإهدش اي تي بي. انما البيانات اللي رايحوله بتكون سيكيورة. فبتكون مشفرة لها طليلية بصراحة انا معرف واشا. ولكن السنكيور دوت بيأم من الويب سايته. لذلك معظم الشركات الكبيرة والعالمية هتلاحها شغال HTTPS. ما بيش حد بشغال HTTPS. تمام? طيب. لحد كده فهي مشكلة؟ حيب نوصل على كده؟ حيب؟ بس.. محاضر ايضا. احنا لازم. ممكن اتفع على مهات خدرين فهو اللي جيد باتهم عنهم. لو عفو. انتم محتاجيني رائب ايضا. انا محتاجيني وانا مش عارف قلتني شعورتهم المحاضر الجاية لدي. اه بس احنا خدناها بكده. ايه محاضر ايضا. محاضر دي دي دا استنيع هداده مش كده ايه هداده. طب خلاص. طب خلاص لو كده يعني نتكلم على مهات خدرين المحاضر اللي جاية. خلاص. نتكلم عليه ان شاء الله بس.. نبص ايضا انا اللي عايزه منكم. اول حاجة تخشه عالجروب. لا ارائيب دي ايش هم نبول التفصيل من اول. اه ب الزبط. طب انا البساطة اللي احنا قبناه النهاردة دا كله الاشكال والانواع. وأنواع الكابلات وقرية التعريج وأنواع الديبايس أنا بس الديبايس اللي مكلمتكش عنه هتلاقي اللوت بالانسر والكونتن فلتر ولو قريت بس التعريف الصغير اللي محطول تحتيهم هيوضح لك الدنيا طيب ولو تقدروا تبص على الـ OSI الـ OSI نازلة كم دا على فكرة أوي سعيد؟ التّبقات؟ التّبقات أني منزله ممكن يجيبلوك الفيديوهات لها منقوا العمرançais�!? على الصفحة إن شاء الله هأرفعلكوا فيديوهات لها تمام؟ فلو صمامة آ ضيفكم إن شاء الله على الصفحة والناني أعز التعريف أغرفها جاهزها ل learning قديم Uhm يا 1945 نساجل أساس بفديوهات قديمة لكن بص